الاتحاد العام للعمال الجزائريين إرهاصات ونتائج رائد النظال النقابي الحاج علي عبدالقادر السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات لا يزال الكثير من الغبار يغطي المسيرة النظالية للعديد من المناظرين النقابيين الجزائريين قبل واثناء الثورة التحررية حيث أن المهتم بالموضوع يصطدم بقلة الدراسات والأبحاث وحتى المؤلفات العامة عن شخصيات مثل الحاج علي عبدالقادر رائد النظال النقابي المغاربي والمؤسس الحقيقي لنجم شمال إفريقيا أو عيسى تيدير وأحمد غرمول وبعلام وراشيد برويبة ورابح جرمان وغيرهم ممن ترى تبصاماتهم في الدفاع عن مصالح العمال الجزائريين وفي القضية الوطنية الجزائرية بطرق واشتال شتى فرحلوا دون أن يجدوا من يخلد ذكرهم بصورة وازي ما قدموه من تضحيات لوطنهم وأمتهم ولد علي عبدالقادر الحاج في يوم الثالث والعشرون ديسمبر 1883 ميلادي بسي ديس عاد بالطرب من غليزان التابع لعمالة وهران غرب الجزائر تجنس بالجنسية الفرنسية وتزوج بفرنسية هاجر إلى فرنسا قبل اندلاء الحرب العالمية الأولى ومارس النشاط التجاري لغاية سنة 1914 ميلادي حيث جند في الجيش الفرنسي وأصيب بجروح اضطرته للبقاء في المستشوى للعلاج إلى أن وضعت الحرب أوزارها فعاد بعدها إلى باريس وانخرط في صفوف الفيدرالية النقابية لمنطقة السابة وفي سنة 1920 ميلادي انضم إلى الحزب الشيوع الفرنسي وأضحى عضوا في خليته الخامسة احترت أثناءها بالعمال واتصل بالشركات الصناعية ووقعت تحت تأثير الدعاية الثورية القوية نذات فارتحم غمار النشاط السياسي وأقام وسط تجمعات العمال المهاجرين وفي سنة 1921 ميلادي قررت تخلي عن عمله كتاجر متجول وفتح محلا لبيع الأدوات الحديدية لتحسين وضعيته المادية والاجتماعية المزرية وفي المطابل اهتم بالكتابة في الصحف ومنها جريدة الوحدة الكولونيالية الناتقة باسم الحزب الشيوع الفرنسي والمنصب اهتماماتها بالدرجة الأولى على قضية المهاجرين والقضايا البارزة على الساحتين الجزائرية والفرنسية وقد كان أول جزائر يظهر فيها اسمه كما تتب في جريدة لوباري باسم مستعار هو الحاج بيتو انتقد فيها النظام الخاص المطبط في الجزائر وطريقة التمثيل النيابي في الجزائر التي فصلت بين الجزائريين والمستوطنين الفرنسيين وحتى الأمير خالد أخذ نصيبه من انتقادات الحاج علي عبدالقادر حيث وصفه بالزعيم المغرور لأنه استدرات الأم بعد سنتين من ذالتا وأظهر تعاطفا معه ووطف إلى جانبه عطب إهانته من قبل الجيش الفرنسي مخالفا بذالتا موقف الحزب الشيوع الفرنسي المنخرط فيه بفعل ما أظهره الحاج علي عبدالقادر من قدرة وتفاوى حيوية فقد أصبح في منظور الحزب الشيوع الفرنسي من العناصر النشطة والفعالة ما متنه من بلوغ متانة مهمة في منطقة نهر السين بصفته عضوا مرشحا من المستعمرات فاتحا الطريق أمام زملائه المناظرين الجزائريين لولوج الحياة السياسية والنقابية والحزبية في فرنسا كل ذالتا دفع بالأمير خالد إلى السناء عليه فيما كان نشره في جريدة لوباري من ناحية وبالمبادرة بالتعاون مع الحزب الشيوع الفرنسي بداية من منتصف شهر جوليا 1924 ميلادي من ناحية أخرى تعرف عليه من صلي الحاج لأول مرة في باريس في شهر مايس سنة 1924 ميلادي أثناء الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي جرت في تلك الفترة وفي ذلك قال ففي يوم من الأيام وعند خروج من العمل توقفت أماما ملسطات جدارية ولوحات إعلانية لقراءة تواريخ الاجتماعات الانتخابية وأسماء الخطباء وانتماهم السياسي وفجأة رأيت اسما عربيا في القائمة الحاج علي عبدالقادر كان متقدما للانتخابات مترشح شيوع فرنسي كنت مندهشا ومسرورا لذلك ذهبت إلى الاجتماع الذي أطعمه في مدرسة بساحة لارينيو طرب المعمل الذي أشتغل فيه فسمعته يعرض البنامج السياسي لحزبه وعندما كنت أستمع إليه كنت مغروما بالأنفة والسرور الكبيرين فقط سفرت عليه كثيرا وفي نهاية التجمع اقتربت منه وسلمت عليه بالعربية وهنته على تدخله الذي ندد فيه بالظلم وبقانون الأهالي تبادلنا بعض الكلمات وبعض التمنيات ثم اقترقنا بعد أن اتفقنا على تاريخ موعد فيما بعد ويضيف ميصر للحاج أنه التقى الحاج علي عبدالقادر ثلاثة أسابيع بعد الانتخابات التشريعية في بيت هذا الآخر ومما تحدث عنه بشكل خاص أهمية الاتحاد الصفية ودوره في تحرير الشعوب المستعمرة حيث قال لي يجب أن ينخرط المغرب العربي في الدولية الثالثة فهي لوحة النجاة الوحيدة التي نملتها للتخلص من الإمبريالية وقد استخلص ميصر للحاج من هذا اللقاء أن محدثه جد متأثر بالإديولوجية الشيوعية التي كان يستخدمها بمهارة كبيرة مع اتصافه بالذكاء والتهذيب وحب الحياة علاوة على أن عروبته وعقيدته الإسلامية لم تتأثر بالرغم من هطامته الطويلة في فرنسا وانخراطه في الحزب الشيوع الفرنسي ويخبرنا ميصر للحاج أن الحاج علي عبدالقادة كان ممن حضر محاضرة الأمير خالد في باريس يوم الثاني عشر جولي 1924 ميلادي تحت عنوان وضعية المسلمين في الجزار وقد ازدادت لقاءته بالحاج مع مرور الورط الذي كان يتلمه بصورة خاصة عن لينين وعن متانته وثقافته كامت أن يشرح له أهمية الأمامية الثالثة والكتب الخاصة بالإديولوجيا التي يجب الإطلاع عليها فاكتشف ميصر من خلال ذلك أن الحاج علي يطلع بدورهم داخل الحزب الشيوع الفرنسي وفي إحدى اللقاءات نهاية سنة 1924 ميلادي سأله الحاج علي أسئلة عديدة وطلب منه بعض المعلومات حول حرب الريف وعن التصور الذي تكون عند التلمسانيين عن الحزب الشيوع الفرنسي استمرت اللقاءات بين الرجلين والتي استنتج منها ميصر لأن صديقه مهتم به كثيرا ولاحظ أنه لا يرى الأشياء التي تم يراها صديقه الذي كان يبني تقديره للأمور وتحليله للأحداث وأحتامه على أي شيء انطلاطا من شيوعتي ومارسيته فحسب وهو شيء جديد بالنسبة لميصلي لم يكن يعرف من قبل أمر جعله يشعر بالنرس أمام صديقه ومن كان مطربا منه من الجزاريين الشغفين باللينينية وطيباء المارسيين الروس والألمان والفرنسيين وفي السيار ذاته يعلمنا ميصر للحاج أنه بعد خطاب له ألقاه في اجتمال العمال المغربيين في ربيع 1925 ميلادي بدار النقابات دعاه الحاج علي إلى مزرعته في منطقة برونواي لتبادل الأفطار حول الاجتماع وللحديث عن ذهابه القريب إلى تلمسان حيث هنه على تدخله مقدما له ملاحظات تتمثل في أن خطابه كان ميالا نوعا ما إلى الدين وإلى ماضي الإمبراطورية العربية مشددا على ضرورة الإفطار من القراءة للمزيد من التعمق في القضايا والحضور إلى الاجتماعات العمومية للحزب والحركات السياسية الأخرى لتمتين الانتماء وزيادة المعارف مع التحدث وإثارة الأحاديث والاستماع للآخرين أيضا وبعد أشهر قليلة انخرط ميصر في صفوف الحزب الشيوع الفرنسي بصيفة محب توجيه من الحاج علي وفي شهر فبري 1925 ميلادي تحول الحاج علي عبدالقادر إلى التدريس في مدرسة الحزب الشيوعي فتان ميصر للحاج بمن درس عنده من الجزائريين وتتشارت في النقاش الذي سبق إنشاء نجم شمال إفريقيا وتظهر تأثيره الواضح على ميصر للحاج باعتراف هذا الأخير وفي نهاية السنة سافر إلى ميصر بعد أن طلب من ميصر للحاج تعويضه في دركان للخردوات والأدوات الحديدية بغية الاتصال مع الصوفيات لتدارس المشاكل الخاصة بالشعوب المتهدة حيث أدى بتصريح صحفي تضمن توقعاته باندلاع ثورة تشتاح أوروبا والبلاد المستعمرة وقد اعتبر ميصر بأن الصفر إلى ميصر كان له مفعوله الخاص في عيون المناظرين ورؤساهم بل حاج علي بمجرد رجوعه إلى باريس أفهمنا من خلال حديث أنه كان منباهرا بما رأى تذالت من محادثاته مع رؤسا روسيا الصوفيتية كل شيطان جديدا وتل شيطان تاملا ولا شيء يستحق الملاحظة وأقل من ذلك الانتقاد لقد بدلنا الحاج علي وتأنه حاج عاد من البقاء المقدسة وفي جيبه الحجر الفلسفي الحجر الذي له القدرة على تحويل المعادن العادية إلى ذهب ومنذ عودته بدل الحاج علي جهودا معتبرة رفقة مجموعة من أصدقائه من أمثال شبيلة وميصر للحاج والسيل جلالي توجت بإنشاء منظمة شمال إفريقيا في ربيع 1926 ميلادي الذي ترأس فيها مرتب المجلس الماركزي وأمانة المالية وفي الوقت نفسه طعم بتعيين تونس الشاد لخير الله رئيسا لها كان الحاج علي عبدالقادر من الكتاب الصحفيين الباريزين في جريدة الإقدام حيث تتب مجموعة من المطالات بأسماء مستعارة نذكر منها علي علي بابا علي الجزاري أحمد علي حمد وبفضله تتون عدد لاباس به من الصحفيين في الجريدة كما ساهم في التعريب بالنجم في المنطقة الباريسية بين جوليا وعود 1926 ميلادي وفي السابع فيفري 1927 ميلادي سافر إلى برورس العاصمة بلجيتا بمعية ميصر للحاج والشاد لخير الله للمشاهدة في المؤتمر المناهض للإمبريالية باسم نجم شمال إفريقيا وقد تويجت أشغال المؤتمر بإصدار طرار نص على ضرورة رفع الويصاية عن الشعوب المستعمرة وهو ما تانا ينساجم من المطالب السياسية للنجم المتمثلة فيه استقلال الجزائر إنشاء جيش جزائري وبرلمان جزائري منتخب بالارتراء العام تأميم الأملاك الكبيرة واسترجاع الأراضي المصادرة الاعتراب بحق الجزائريين في إنشاء النقابات وتعديل القوانين الاجتماعية وهو ما دفع بالحزب الشيوع الفرنسي لممارسة ضغوطات كبيرة على النجم ومنها قطع المساعدات المالية عنه من أشتعديل توجيه الجديد فإضطر الحاجة علي عبدالقادر إلى مغادرته سنة 1928 ميلادي ورغم ابتعاده عن النجم لأنه ظل يحترمه رافضا طلبات العودة إليه وإلى الحزب الشيوعي من جديد وفي سنة 1929 ميلادي أعلن بأن الحال يتمون في إيجاد برلمان جزائري أهلي تم رحلة أولى مماهدة لاستقلال الجزائر ردا على صديقه ميصال الذي صرح في الورداته بتون أن الاستقلال هو الحل الوحيد لمشتل الجزائر وفي سنة 1935 ميلادي ظهر اسمه في طائمة اللجنة التي وقفت أمام البرلمان الفرنسي لعرض المطالب الإصلاحية للجزائريين وفي سنة 1936 ميلادي التقى لآخر مرة مع ميصالي في إطار العمل السياسي والوطني المشترر لتنطع أخباره إلى غاية وفاته بداية الخمسينات الحاج علي عبدالقادر اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد المترجم للقناة